مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة اليوم نناقش مسار السياسات الدولية والإيرانية بعد هجوم أرامكو هل أحدث الهجوم الأطخم على المنشآت النفطية السعودية تغييرا محوريا في الصراع الإيراني الأمريكي وما هي مآلات حجد القوى لأي مواجهة محتملة في المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما الهدف الحقيقي وراء إرسال واشنطن مزيدا من قواتها إلى منطقة الخليج بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية هل ترتبط هذه التحركات بترجيح رئيس الوزراء البريطاني مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو ألا يعد استهداف المنشآت النفطية السعودية مقامرة خاطرة سواء ثبت تطورط إيران من عدمه هل يكون اجتماع الجمعية العمومية منصة لحجد القوى ضد إيران كما قال وزير الخارجية الأمريكي وإذا اتجهت جميع الأطراف لمواجهة ميدانية حاسمة فهل تكون طهران قد نجحت بجر المنطقة إلى حرب تغلق بها ملفاتها أم أنها تورطت بتصعيد سيكون وبالا عليها اقتصاديا وعسكريا سنحاول إجابة على هذه الأسئلة مع ضيوفي من تهران الإعلامي والباحث السياسي الدكتور حكم أمهز من الرياض الباحث الاستراتيجي والعسكري اللواء المتقاعد محمد القبيبان ومن لندن الباحث السياسي المتخصص في السياسة الأمريكية وشؤون الشرق الأوسط جو معكرون مشاهدينا سنبدأ النقاشة مباشرة بعد التقرير مبادرة لإنشاء تحالف جديد في المنطقة مناهض لوجود القوات الأجنبية هذا أبرز ما يحمله الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول إن بلاده تراصم أمن الخليج ومضيقه في تعاون الدول المحيطة به لا بالوجود العسكري الخارجي وإن هدف الولايات المتحدة من تعزيز قواتها ليس سوى ابتزاز السعودية للاستيلاء على آخر قطرة من نفطها مبادرتنا لأمن الخليج تعتمد على تعاون دول المنطقة سوف نعرضها على الأمم المتحدة وهي لا تقتصر على الجانب الأمني بل تشمل سياسية والاقتصادي ولكن الأولوية للجانب الأمني واسم هذه المبادرة السلام لهرمز اختصارا سنطلق عليها تحالف الأمل بناء على الحروف وجميع دول الخليج ومنطقة هرمز مدعوة لهذا التحالف لضمان أمن المنطقة وبناء على هذا المنطق اعتبر روحاني أن دور السعودية وخلفائها في اليمن السبب وراء الهجوم على أرامكو حول ذلك اختلف الأوروبيون بين رأي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعي إلى توخي الحذر عند إلقاء اللوم في الهجوم على طرف ما وبين ترجيح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضلوع إيران في الهجوم ليعلن أن الرد سيكون موضع بحث مع حلفاء بلاده في نيويورك ستحدث مع أصدقائنا الأمريكيين وحلفائنا الأوروبيين حتى نتحرك سوية لخفض التوتر في الخليج ولنقاش بعض القضايا المتعلقة بإيران وما يحدث هناك من تطورات مقلقة أما نهج البيت الأبيضي فهو لدى بعض من حلفاء الولايات المتحدة متردد إزاء إيران ولدى آخرين متحل بضبط النفس وعلى لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فإن مهمته الأساسية تجنب الحرب هي توجهات وإن اختلفت فإن خلاصتها تصب في صالح دعم موقف إيران التي ظهرت أكثر ثباتا في دعم حلفائها في اليمن وتخليها عن التزاماتها بالاتفاق النووي عدا عن استعراض قوتها تارة بإسقاط طائرة مسيارة أمريكية وتارة أخرى بالكشف عن منظومات صاروخية متطورة وسأبدأ النقاش مع الأستاذ جون ماكرون من لندن سيد جون جون إيف لو ديريان وزير الخارجية الفرنسي قال إن هجوم أرامكو هو نقطة تحول إذا ربطنا هذا مع علان الولايات المتحدة نشر القوات في منطقة الخليج بأي اتجاه سيكون هذا التحول برأيك؟ يعني هو تحول من ناحية لأول قرار يكون هناك استهداف بهذه الكوة في الدخل السعودي هذا يؤثر على الاقتصاد العالمي على كثير من الأمور نعم نوعية الاعتداء هو جديد في هذا الصراع الدائر في المنطقة منذ 2003 إلى حد ما لكن لا أرى هناك ردة فعل أمريكية كبيرة لمحاولة الردع يعني هذه الكوات الأمريكية الجديدة التي يتم إرسالها هي محدة مع أنظمة الدفاع الصاروخية لتعزيز قدرة سعودية على الدفاع ليس لديها صلاحية هجوم لم ندخل مرحلة في الهجوم الأمريكي السياسة الأمريكية لا تزال على ما هي ضغط الكبير على إيران لليز راعها في تعديل الاتفاق النووي وفي نفس الوقت استيعاب أي محاولة من إيران لقلب الطاولة وفرض شروطها عبر هذه العمليات أو غيرها سيد أستاذ شوني من 2003 وأيضا طوال هذه الفترة خاصة الأشهر الأخيرة عندما بدأ التوتر في مضيق هورموس كنا دائما نتحدث عن أن هناك شعرة قد تحول التوتر إلى مواجهة الآن الإجراءات الدفاعية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة هل من الممكن أن تتحول إلى إجراءات هجومية في حال نجحت واشنطن بتحشيد القوى الدولية خلال اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة؟ يعني مجرد الذهاب إلى الدبلوماسية من كبل طهران واشنطن هي مؤشر أنهم ليسوا رغيبين بمواجهة مباشرة يعني إيران لسيما المحافظين فيها يريدون تقويض أي فرصة للتحاول بين الأمم المتحدة وهذا جزء من المكير وراء اعتداء أرمكو على الأرجح لكن غير ذلك لا يوجد أعتقد رغبة في طهران بالمواجهة هناك أوضع اقتصادي صعب يريدون محاولة فرض الشروط يريدون تعبير عن هيمناتهم إلى حد ما لكن طبعا كما ذكرت هناك شعر يعني دائما يحاولون في البداية استهدفوا ناقلات النفط استهدفوا كموا بعمليات في موضيق هرموس لم يكن هناك قائرة فعلا الأمريكية الآن يزيدون إلى حد ما من وطيرة الضربات لأخذ انتباه الأمريكيين لكن ترامب يبدو لا يريد الاستفزاز أو الاندراج في مواجهة وأيضا السعودية لا تريده يعني ترامب كان يريد من السعودية أن يبدو هي الرد على إيران السعودية ليست راغبة ليست لدي القدرة حاليا وهناك ضغوط عليها من الداخل والخارج فبالتالي ترامب الكرة في البلعب السعودي وهو لا يريد أن يكون هذه المواجهة نيابة عن السعودية نعم سيد محمد القبيبان ماذا عن الموقف السعودي هل السعودية ليست راغبة أم ليس لديها القدرة ولهذا يعني ربما يناسبها الحديث عن تحشيد قوى دولية لمواجهة إيران لا يمكن أنا أفكر بالخيار الثالث يعني اللي حضرتك ذكرتي اللي هو تحشيد قوى لأنه يعني حكاية المملكة غير قادرة لا المملكة قادرة ولكن هناك من العقلانية في اتخاذ القرارات حادث 14 سبتمبر هو حادث زي ما ذكرتي تغيير محوري في المنطقة العالم شعر بهذا الخطر تحرك دولي إيجابي حتى الجانب الإيراني يعني استشعر وبدأ يعني يتحرك دبلوماسيا فيما أنه يطرح بعض خليني أقول لك الأفكار وبعض الرؤى بخصوص حالف أمني وإلى آخرين فأنا برأيي أن المملكة لا اتجهت في الطريق الصحيح وهذا أنا أعتقد أنه عقلانية في اتخاذ القرار أولا لأنه هناك نتائج تحقيق لم تظهر حتى تاريخا معك الخيار الثالث الذي تتفضل به تقول أنه المملكة قادرة وذكرت حادث 14 سبتمبر هذا أكبر دليل أن المملكة ليست قادرة طالما أنها لم تستطع تعاطي مع هذا الهجوم الذي عطل نصف إنتاجها النفطي لا هو ليس القضية أنه نحن في حالة غابة أو في غابة يعني هو ضرب من هنا وضرب من هنا لا الاتهام واضح لدولة ليست لا نقلل من قيمة إيران كقوة إقليمية وهذا أولا وثانيا لا يوجد هناك عجلة في اتخاذ مثل هذا القرار الآلم شعر فيه المجتمع الدولي والعالم كله حتى إيران نفسها شعرت بالخطر فليس من العقلانية توجه بالذهاب بعيدا إلى تحول عسكري والتقرير سيدة الفاضلة أنه يعني أنا برأيي من الأفضل قراءة هذا التقرير بخاصة أنه فيه لجان يعني مشتركة الولايات المتحدة الأمم المتحدة فرنسا هذا يعني قد يدعم الجانب السعودي والجانب الدولي وضحت هذه النقطة قبل أن أنتقل إلى الدكتور حكم سؤال أخير لك سيد قبيبان يعني هل إيران فقط هي التي شعرت بالخطر إدارة ترامب سربت طلب نقله نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بتجنب المواجهة خوفا من أن تكون المملكة طرف فيها وتكون هي المتضرر الأول أو تكون ساحة من ساحاتها شوفي حكاية أنه لما راح الأمير خالد بن سلمان لزيارة أو الولايات المتحدة وقابل المسؤولين أنا أعتقد أنه هذا الأمر كان يخص اليمن وما يدور في اليمن وبعض التوتر في المنطقة الولايات المتحدة بنفسها ليست راغبة يعني أنت شفت خطاب نانسي بليوسي لخير اللي قبل كم يوم يعني وتحدثت بأن هذه العملية لم تكن على الولايات المتحدة ونفسه الرئيس الأمريكي فمفهوم أنه غير قادرة لا هناك قدرة وهناك قوة عسكرية ولكنها ليست كحل أوحد أنا برأيي بالاتجاه بناحية الدبلوماسية بالإضافة إلى ما تتعرض لإيران من ضغوط سوف يعني يغير المعادلة بكاملة فقط للتوضيح هذا التسريب الذي تحدثت عنه ليس مني طبعا هو تسريب من إدارة ترامب حول المطلب السعودي أنتقل إليك الآن دكتور حكام هل فعلا إيران راهنت على تصعيد خطير كهجوم أرامكو علها تدفع القوى الدولية لعتبة الخوف من اندلاع مواجهة ما في المنطقة أو حرب شاملة في المنطقة فيتم التراجع عن العقوبات الإيرانية أو تغيير التعاطي مع إيران بداية سيد ديمة اسمحي لي أن أقدم التحية لك ولضيفيك الأستاذين العزيزين الأستاذ محمد والأستاذ مع كارون دعيني نبدأ من نقطة أساسية أولا نتفق عليها أنه حتى الآن ليس هناك من اتهام يقيني للجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الآن هي عملية اتهام سياسي حتى الآن تحقيقات لم تنتهي وبالتالي حتى التصريحات الصادرة حتى عن وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد عدل الشبير كان يقول أنه إذا ثبت أن إيران إذا ثبت يعني هناك إذا الشرطية إذا ثبت فأنه سيكون لنا رد مناسب أيضا كانت هناك مواقف اليوم كان للرئيس الفرنسي قال أنه يحذر من الاتهامات يعني يتوخي الحذر من الاتهامات يعني بدون أدلة وأيضا كانت هناك حتى مواقف للأمريكيين حتى الآن ليس هناك من موقف حاسم إذا حتى الآن ليس هناك من دليل على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي تقف وراء هذه الهجمات الأنصار الله أعلنوا بشكل صريح وواضح أنهم هم يقفون وأيضا أنا أحب أن أزيد إلى الاحتمالات التي تضعها السعودية وأنا أقدر الموضوعية التي يتحدث بها ضيفك من السعودية سيد محمد أريد أن أزيد احتمال في البيان الذي أصدرته حركة أنصار الله قالوا أنه نحن نقدر الدور الذي لعبه أو نشكر الأحرار والغيارة الذين ساعدوا في تنفيذ من السعودية الذين ساعدوا في تنفيذ هذه المهمة ربما دعينا نقول أنهم من لن نلاقش ما قالتل جماعة أنصار الله د. حكم لأنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إيران مرتبطة بجماعة الحوثي والحوثي يعني يعترف بهذا ويفاخر به أيضا أيضا الرئيس الإيراني حسن روحاني لو تسمح لي تحدث قبل أيام عن أنه كان هناك تقليل من قدرات محور المقاومة ومحور المقاومة كما تصفه إيران وتعتبره مرتبط بها؟ جيد جيد أنا لا أنكر أنا أقول أن الإيرانيين ومحور المقاومة يؤكدون دعمهم لحركة أنصار الله في وجه هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني منذ خمس سنوات صحيح وبالتالي هذا الدعم هذا الدعم أنا لا أعتقد أنه يرتقي إلى إمكانية وصول الأسلحة إلى اليمن لأن اليمن محاصر جوا وبرا وبحرا وبالتالي إمكانية وصول الأسلحة إمكانية صعبة جدا لأن الأمريكيين والسعوديين والإماراتيين وحلفائهم منتشرين في البحر وفي الحدود البرية وما إلى ذلك فلذلك هذه النقطة الأساسية يجب أن ننطلق منها أنه حتى الآن ليس هناك من دليل النقطة الثانية أنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تراهن على تفجير الوضع يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك أنها تخوض معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية مواقفها أصبحت واضحة أنها لو كان باستطاعتها أن تشن حربا على إيران صدقيني لما تأخرت دقيقة واحدة ولكن موازين القوى أنا هنا لا أريد أن أكون موضوعيا جدا لا أريد أن أقول أن قوة إيران بحجم قوة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن اليوم لا يمكن الاعتماد على القوى بذاتها كمعادلة وعنصر أساسي في حسم الحروب اليوم هناك هناك عناصر أخرى تدخل في هذا الإطار وتلعب دورا أساسيا مثلا يمكن أن نتحدث عن جغرافيا نمكن أن نتحدث عن موقع نمكن أن نتحدث عن استراتيجيات وجيوستراتيجيات يعني على سبيل المثال إذا كانت مجموعة طائرات مسيرة استهدفت نصف النفط السعودي طيب ماذا إذا كان هناك ضربات يعني هذه الضربات بطبيعة الحال لن تستسني إذا حصلت حرب لن تستسني لا السعودية ولا الإمارات ولا غيرها من المواقع الأمريكية في المنطقة بغض النظر عن حجم المعركة كيف تكون إذن الجمهورية فقط أخيرا وأعتذر إذا كان هناك من إطالة فقط أريد أن أقول أن الجمهورية الإسلامية الإنانية قبل الضربات كانت مبادرة للسيد محمد جواد زريف وقال أنه نحن ندعو إلى اتفاقية عدم اعتداء بين دول المنطقة جميل سنكمل في هذه النقطة معلش يعدني للمقاطعة دكتور حكام سنكمل بهذه النقطة ربطا مع مبادرة الرئيسة الإيراني روحاني التي ذهب بها سأعود إليك اسمح لي أستاذ جون ما رأيك يعني بعض يقول أن السعودية هي الخائفة أيضا إيران هي الخائفة ترامب بين وعوده الانتخابية التي ستضره إذا تنكر لهو بين موقفه بأنه لا يريد أن يظهر كضعيف ما الوضع برأيك يعني الموضوع ليس خوف أو عدم خوف يعني الحرب طبعا هي سيناريو يضر الجميع إلى حد ما يعني إيران وضعها الاقتصادي صعب الآن تحدي الحرب يعني يفتح شبهات في الداخل الإيراني وهي معتادة إلى حرب الوكالة إلى حد ما الحرب تنقل إلى تدخلها في المواجهة بشكل مباشر طبعا السعودية يعني يبدو أنها ليست جاهزة للحرب يعني طبعا ليس فقط الموضوع الأقراني هو موضوع أنها لديها صغرات كثيرة يعني دفاعية في موضوع اليمن في موضوع حدودها مع العراق وفي كثير من المناطق ضعف في هذا الصراع وليس لديها القدرة العسكرية على المواجهة على هذا المستوى كما أثبتت يعني تجربة اليمن وأيضا يعني أمريكا لديها أعوائق الداخلية الحسابات الرئيسة الانتخابية نحن نحن على مشارف تضحكم محتمل مالي في الاقتصاد الأمريكي القادم ولا يوجد إجماع أمريكي على أي طورة في حرب جديدة في الشرق الأوسط فبالتالي لا أحد أعتقد يريد المواجهة لكن دخلنا منذ أبريل نيسان الماضي في مرحلة توتف فيها زادة إلى حد ما منذ لحظة تصفير الصدرات المفطة الإيرانية أساس الاقتصاد الإيراني كان هناك رد رأيناه يزداد تدريجيا مع الوقت إلى حد ما إلا وصل إلى اعتداء الرمكو الذي واضح ملامح أو أصابع إيران فيه لا يمكن نتران ذلك فقط بين المزوجين فبالتالي هذه نحاول لحد ما نحن في هذه حلقة المفرغة بين الضغوط الاقتصاد الكبير على إيران من أمريكا ورفض إيران خضوط أمريكية لتعديل التفقرة ونحن نده في هذه الحلقة المفرغة أما إيران وإيران يعني من يكسر هذه الحلقة المفرغة أستاذ جون يعني فرنسا صاحبة الوساطة عبر وزير خارجيتها قال أنه الآن لقاء ترامب روحاني ليس القضية الأولى التي تشغل البال في نيويورك بل هو استئناف مسار التهديئة مع مختلف الجهات الفاعلة أيضا ترامب قال بأنه لا شيء مستبعد عندما سئل عن لقائه بالرئيس الإيراني روحاني ولكنه لا نية لديه ما الذي يمكن أن يكسر هذه الحلقة المفرغة يعني عشية اعتداء أرامكو كان هناك يعني فصل أو طرد لجون بورتن في واشنطن كان هناك أحيان اللقاء بين روحاني وترامب كان ترامب منفتح إلى حد المالي رفع بعض العقوبات جزئيا على إيران تمهيدا لخطوات إيرانية مماثلة وتدى الاجتماع محتمل في نيويورك لكن مواضح هناك محافظون في واشنطن وتهران لا يريدون هذا التكارب هذا الاعتداء جاء جزء منه أساسي أيضا لمحاولة تقويض أي اللقاء سمعنا الكثير من المحافظين كلام أنه ضد اجتماع روحاني مع ترامب أعتداء أرامكو غير هذه المعادلة الآن أصبح لترامب أصبح أصعب له تصويق فكرة اللقاء مع روحاني بين المستشاريه فبالتالي تراجع إلى حد معنى هذه الخطوة لأن وسطها فرنسية أيضا تضارت ففي المدى المنظور لا أرى أفك للخروج من هذه الخلق واضح أن إيران تريد الاستمرار في هذه المواجهة وعدم الخطوة وتريد أمريكا العودة إلى الاتفاق النووي والتحاول بشكل جماعي في اجتماعات جينيف أو فيينا أو غيرها لا تريد حوار مباشر والآن تغيرت حسابات المخافزين والإصلاحيين فبدون اختراك جديد بدون خطوات لبناء السكة من الطرفين أسيما من جانب الإيراني الأفك مسدود في المدى المنظور سيد محمد قبيبان ما رأيك حضرتك تحدث عن الخيار الثالث الذي اتخذته السعودية بالتوجه إلى حجة قوى دولية أيضا الدكتور حكم أضاف على ما ذكرته حضرتك وقال أن هناك احتمال آخر يتعلق ربما بقبول مبادرة الحوثي أيضا هناك تصريحات إيرانية اليوم جرت في نيويورك بأن إيران تقول أنها ممكن أن تساعد في إنهاء الحرب من وجهة نظرك لا يوجد طريق رابع دعنا نقل لكسر هذه الحلقة المفرغة كما وصفها الأستاذ جون خاصة أن السعودية الآن هي متضررة وإيران متضررة لا يوجد شك الجميع سيتضرر لو لا سمح الله صارت حرب في المنطقة ولكن الأخوان الكرام أستاذ جون تكلم على أن نقطة أحب أرد عليها وأنا أجي لفكرة طريق رابع لأن أنا برأيي أرى هناك طريق رابع وواضح لما يتحدث أستاذ جون يقول أن المملكة ليست جاهزة عسكريا أستاذ أدري كيف خرق أو ثلاثة لا لأنه لازم أرد عن نقطة هذه مرة أنا شفت في برنامج أقل من 10 ثواني برنامج من أعضاء الكونغريس يتحدث مع أحد المذيعين يقول أنه يوميا تحدث في أمريكا 100 جريمة قتل ترصد لمجهول غير الجرائم الحقيقية هل هذا معناته أن الأمن في أمريكا موجود هنا المقارنات يجب أن نكون عقلانيين في الطرح المملكة قادرة هناك عقلانية في الرد التعامل مع حرب اليمن ليس إلى مستوى الحرب النظامية إلى حرب غير النظامية هذه نقطة بالنسبة للاستاذ الدكتور حكم أنا حييكم أمسي عليك سيد دكتور حكم ديما دائما تأخذنا في عجلة من أمرنا للوقت فلا أنا المذنب نسلم على بعض ولكن دكتور حكم نقطة هنا فيها تباين عندما تتحدث بأن هناك حصارة على أنصار الله وهناك طوق على أنصار الله فكيف تريد أن تبرر لي بأنهم هم من قاموا بعمل هجوم أرامكو لا أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل ومن ثم نعود الكرة الأمور واضحة للجميع أما في الطريق الرابع برأي سيدتي ديما بأن مبادرة الحوثي شخصيا أنا أرى أنها هزلية المؤاخذة في هذه الكلمة مبادرة السيد روحاني والسيد ضريف أتت بعد ما سبق السيف العدل يعني الآن لو فرضا ذهبت المملكة بما رأت القيادة الإيرانية يعني يكون هناك سلم وإلى آخره ما هو طيب الحرس الثوري مصنف جماعة إرهابية فلا بد من حل هذه الأمور أولا ثانيا هناك دعم واضح من النظام الإيراني لتأجيج المنطقة هو ليس لحل المشاكل لا هو لتأجيج المنطقة يعني الآن لما نتكلم على بعض الأحزاب العراقية التي تدعم الحشد الشعبي وولا أهل ولاية الفقير رأينا ماذا تحدثت بعد هذه العملية الإجرامية الغير مبررة فبرأيي الحل الرابع وهو كالتالي بأن تلتزم إيران بما طلب منها من المجتمع الدولي خاصة في النقطة التي سحبت منها الولايات الفزاة اللي هو التهديد الصاروخي وعدم الدخول مع الجمعان أو مع الدول القليلة حل سهل جدا الدكتور حكم يعني من ضيفنا الكريم في السعودية يقول يتحدث عن التزام إيران الأستاذ جو تحدث عن أنه يجب أن إيران تعيد بناء الثقة التي ممكن أن تكون أساس لأي حل لكل الأطراف الرئيس الإيراني حسن روحاني يذهب بمبادرة للسلام وفي هرمز ولا تقتصر فقط على بعد أمني بل لها أبعاد أخرى كاقتصادية وسلام مستدام حتى سماها الأمل ولكن البعض يرى أن إيران لا تفعل ما فيه الكفاية لتكون الأقوال مرتبطة بالأفعال أيضا يتحدث عن القوات الأجنبية ويقول وجود قوات أجنبية يحدد أن المنطقة القوات الأجنبية تجلب دائما الألم والتعاسى لإيران قوات أجنبية في مناطق في سوريا مثلا وجلبت الألم والتعاسى على الأقل بالنسبة لقسم كبير جدا من السوريين سديم أنا أحاول أن أحافظ على هدوء الحلقة وموضوعيتها لكن بداية فقط أريد أن أجيب أنه قال أنهم محاصرون طبعا محاصرون الكل يعرف أن حركة أنصار الله واليمنيين محاصرون وبالتالي فقط يجب أن لا نستهين بالعقل اليمني يعني المشكلة نحن نعتبر أن اليمنيين أو السعودية تحديدا تعتبر أن اليمنيين ليس لديهم عقول حتى يخترعوا الطائرات المسيرة وغيرها واليوم نحن نرى أن هناك إبداعا في العقول سواء كان في الدول العربية أو غير الدول العربية وينتجون وبطبيعة الحال اليوم التقنية تقنية إنتاج المسيرات موجودة على الإنترنت دكتور حكم أنا أعتذر كان السؤال عن ماذا ستفعل إيران لبناء الثقة وقد دهمنا انتهى وقت الحلقة أعتذر منك شديد الاعتدار أنا سأجيبك انتهى وقتي والله أنا سأجيبك فقط أشكرك جزيل شكر معلش حقك عليك من تهران الإعلام والباحث السياسي الدكتور حكم أمهز انتهى وقتي أنا آسفة وأشكر أيضا ميناء الرياض الباحث الاستراتيجي والعسكري لواء المتقاعد محمد القبيبان أيضا شكر موصول للباحث السياسي المتخصص في السياسة الأمريكية وشؤون الشرق الأوسط جو ماكارون شكرا جزيلا لكم لحسن متابعتكم مشاهدينا ألقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج ولا نوقف اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لكم لكم اشتركوا في القناة شكرا